إنه نقاش حول الحياة الجنسية وتنوع وسائل منع الحمل لم يعتد الأهالي هنا في شمال شرق كينيا تطرق إلى مواضيع كهذه ففي مدينة وجير لا يستخدم أكثر من 2% من السكان وسائل منع الحمل علماً أن هذه النسبة ترتفع إلى 58% في سائر مناطق البلاد معظم النساء هنا من أصل صوملي وهنا غالباً ما يتزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة ويحملن في سن مبكرة ما يمكن أن يتسبب لهن بمشاكل صحية بدأت استخدام وسائل تحديد النسل لتحسين صحتي وصحة أطفالي قبل المباعدة الزمنية بين ولاداتي كنت أمرض دائماً وأشعر بألام في الأشهر الأولى للحمل اليوم بات الوضع أفضل بكثير والفضل في تحسن وضع صفية اليوم يعود إلى برنامج توعية أطلقته في العام 2014 منظمة سيد تشيلدرن البريطانية غير الحكومية بالتعاون مع الحكومة الكينية نعمل على نشر توعية حيال أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات والآثار الضارة الناجمة عن الزواج المبكر وكذلك العواقب المترتبة عن ختان الإناث وتشكل هذه المبادرة تحدياً فعلياً نظراً إلى أن العائلة الكبيرة في الثقافة السومالية ترمز إلى الثراء هنا يصل معدل الولادات لدى النساء إلى ثمانية أطفال لكل مرأة الثقافة الأفريقية تقضي تاريخياً بأن يكون للرجل زوجات عدة وأن ينجب الكثير من الأطفال لذا ينظر إلى التخطيط العائلي على أنه فكرة غريبة آتية من الغرب وهدفها تقليل عدد السكان ليسهل استعمارهم كذلك استضم البرنامج بالمعتقدات الدينية للسكان الذين يرى الكثير منهم أن منع الحمل يخالف القيم الإسلامية ولمواجهة كل هذه التحفظات تعمل المنظمة غير الحكومية بالتعاون مع رجال الدين البارزين على تغيير العقلية السائدة في وجير بعد أسابيع عدة من التفكير وبعد الحصول على إذن من زوجها قررت فاطمة أن تلجأ إلى تركيب غرسة لمنع الحمل تحديد النسل قرار شخصي وبما أن ديني يسمح به فسألجأ إليه ومثلما فعلت فاطمة بدأت أكثر من ثلاثة آلاف امرأة مطلع هذا العام برنامجا لتنظيم الأسرة علما أن هذا العدد لم يكن يتخطى ألفا وأربعمائة قبل سنة نتائج مشجعة لبرنامج Say the Children في غضون عامين